موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري بداية أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق الجمعة خلال اعتداءات قوة الاحتلال الصهيوني عليهم في شرق نابلوس واعتقل آخرون بمناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس بعد يوم من استشهاد طفل فلسطيني فيما ندد الاتحاد الأوروبي باعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة سيل دماء الشهداء الفلسطينيين لا يتوقف جريمة أخرى تضاف إلى سجل الكيان المحتل الطفل محمد نضال سليم ذو الخمسة عشر عاما ارتقى برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة عزون المحاصرة شرقا قلقية من لم تقتله رصاصة الاحتلال تطاله الاعتقالات تعسفية عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس كانت اليوم مصرحا لاعتقالات واسعة طالت شبانا بعد اقتحام منازلهم كما اندلعت الجمعة مواجهات مع قوة الاحتلال أطلقت خلالها الرصاصة وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين في مدينة تقوع جنوب شرق بيت لحم فيما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق في نابلس وفي حوارة المدينة الفلسطينية المستهدفة بالنار والرصاص والتي يريد المتطرف سموتريش محوها من الوجود ما تزال تحت الحصار لليوم السادس على التوالي قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وإثبات جديد على تورطها في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم الأمر الذي يشجع عناصر الإرهاب اليهودية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين حصار حوارة تزامن مع زيارة أوروبية للبلدة للوقوف على هول وحجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينين وممتلكاتهم الاتحاد سيستمر بالمطالبة بشكل مباشر لمحاكمة ومحاسبة من نفذ الاعتداءات من المستوطنين على البلدة الضفة الغربية على شفا برميل بارود مع وصول التصعيد الصهيوني ذروته وبات خيار الكفاح لدى الجيل الفلسطيني الجديد السبيل لتحرير فلسطين ما يعزز التوقعات بشأن اندلاع انتفاضة ثالثة وينظر بفشل الجهود التي تبذلها أطراف دولية للتهدئة قبل شهر رمضان أعلن نشطأ حقوقيون مغاربة عن إنشاء اتلاف ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق بيغاسوس بهدف محاكمة الشركة الصهيونية المطورة للبرنامج بناء على تلقيهم تنبيهات من عملاق الانترنت الامريكي ميتا تكشف التعرض هواتفهم للاختراق خطوة ستجر نظام المخزن إلى المحاكمة الامريكية مرة أخرى يقع النظام المغربي في شر أعماله بعدما بات محل متابعة في محاكمة أمريكية إثر إعلان نشطاء حقوقيين مغاربا ضمامهم إلى محاكمة تستهدف الشركة الصهيونية المطورة لبرنامج تجسس بيغاسوس سبق أن تلقينا رسائل رسمية من شركة واتساب المملوكة لمجموعة ميتا تنبهنا إلى أن هواتفنا المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس عبر واتساب النشطاء المغاربة ضحايا تجسس المخزن على هواتفهم أعلنوا تشكيل ائتلاف المغاربة ضحايا اختراق هواتفهم مستندين في ذلك على قرار ميتا ملاحقة الشركة الصهيونية قضائيا بعد إجازة المحكمة العليا الأمريكية قررنا الانضمام جماعي للقضية التي رفعتها شركة ميتا ضد الشركة الصهيونية في محاكم سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة يضم ائتلاف مغاربة ضحايا الاختراق عددا من النشطاء المغاربة وأقارب حقوقيين والسياسيين معتقلين يشترك كلهم في معارضتهم لنظام المخزن الذي يستعمل بيغاسوس كأسلوب قمع ضد معارضيه إن بيغاسوس استعمل لقمع مناظرين حقوقيين ومعارضين سياسيين والصحفيين ومحامين يجب أن تتوقف هذه الممارسات حالا من البديهي أن علينا انتهاز فرصة هذه المحاكمة في الولايات المتحدة لإحقاق العدالة المخزن يجني واقع أعماله الأسود ولا يدعو أي مساحة له للإفلات من العقاب الدولية فتبوت تجنيه خلصة على معارضيها باستخدام برنامج بيغاسوس يعري مزاعم تكذيبه منظمة العفو الدولية التي كشفت صيف العام 2021 استخدام المخزن برمجية بيغاسوس لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء سياسيين مغاربة وحتى قادة ومسؤول دول أجنبية يعتزم البرلمان الأوروبية التأسس كطرف مدني في قضية ماروك جايت في انتظار أن يتم تحديد موعد نهائي لإيداع الشكوى وتحديد اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان في الأيام القليلة المقبلة هذا وأكد البرلمان الأوروبي أن الخطوة تندرج ضمن محاولته إرساء المزيد من آليات ضمان الشفافية داخله وتعديل قانون أخلاقية العمل البرلماني لغلق الطريق أمام محاولة أي طرف خارج استغلال المؤسسة التشريعية خدمة لمصالح ليس للتشريع فقط يبدو أن البرلمان الأوروبي سيجد نفسه مطلعا بمهام أخرى غير تلك التي تدخل في صميم صلاحياته بقرار تنصيب نفسه طرفا مدنيا في محاكمات نوابه المتورطين في فضيحة ماروك جايت لعله يزيل به قتامة المشهد الذي اعطل قبتها ويبرئ نفسه من تهم فساد مالي سقط فيها بعض نوابه الذين باعوا أصواتهم في البرلمان الأوروبي مقابل رشاوى ومزايا لتهتز أركان مبنى ستراسبورغ بفضيحة غير مسبوقة بطلها نظام المخزن العملية جارية يعتزم البرلمان اتخاذ الخطوات الداخلية ذات أصل لتحقيق هذه الغاية ولم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان شناعة الفضيحة التي أخذت أبعاد عالمية دفعت الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي إلى إقرار آليات تنظيمية وأخرى قانونية في محاولة لضمان شفافية العمل داخله مستقبلا ومنع تكرار ماروك جايت التي كشفت خيوط شبكة فساد تديرها الرباط داخل أروقة البرلمان وأسقطت لحد الآن خمسة من نوابهم بينهم نائبة رئيس البرلمان في انتظار أن يتم تحديد موعد نهائي لإداع الشكوى واسم المحامي الذي سيمثل البرلمان في الأيام القليلة المقبلة لتضاف هذه الإجراءات إلى أخرى أعلن عنها البرلمان الأوروبي منذ شهرين كانت بدايتها بإقرار مشروع مجموعة إصلاحات لتعزيز مراقبة أنشطة الضغط داخل المؤسسات من بينها قرار منع البعثات الدبلوماسية المغربية من دخول مقرات ومؤسسات البرلمان الأوروبي مع تعليق حصانات حتى تتمكن المحاكم من انتزاع مزيد من الاعترافات وكشف ما بقي من خبايا القضية ومدى الفساد الذي زرعه المخزن داخل دوائر أعلى هيئة تشريعية أوروبية أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل الجمعة أنه لاحظ تحسنا طفيفا حسب وصفه على الصعيد التبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية روسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء إدانة الدول الغربية ما أسماه الغزو الروسي ولفت بوريل خلال منتدى حوار إيريسينا في نيودي الهيئة إلى اعتقاده أن ما أقدم عليه لافروف أفضل من لا شيء مشيرا أيضا إلى معارضته استبعاد روسيا من مجموعة العشرين مشددا على ضرورة الاحتفاظ بسبول التواصل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة إن بلاده لن تسمح للغرب بتفجير خطوط أنبيب الغاز مرة أخرى وأوضح أن موسكو لن تعتمد على الغرب بعد الآن كشريك في مجال الطاقة وقالت موسكو إن الدول الغربية مسؤولة على الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنبيب نورسترين في سبتمبر الماضي وهو منفته تلك الدول ودعت إلى إجراء التحقيق دولي وأدل لافروف بهذه التصريحات في فعالية بالهند بعد يوم من حضوره اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين لن نعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب لن نسمح لهم بتفجير خطوط الأنابيب مرة أخرى طلبنا إجراء تحقيق وفورا تم رفض الطلب وقد وصفه الأمريكيون بأنه هراء ستكون سياسة الطاقة في روسيا موجهة نحو شركاء موثوق بهم ومن المؤكد أن الهند والصين من بينهم أكدت سلطات إقليم دونتسك محاصرة مدينة بخموت بالكامل مشيرة إلى أن ساعات فقد تفصلها عن إعلان السيطرة عليها يتهد في وقت يتواصل والتقدم الروسي على جبهة المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا بخموت المحور الأصعب كما أطلق عليها الرئيس الأوكراني محاصرة فعليا القوات الروسية أكدت أنها على فاصل ساعات من السيطرة الكاملة على المدينة الاستراتيجية تقدم الروسي الكبير على الأرض أربك الدفاعات الأوكرانية بين الانسحاب من المدينة كما نقل عن مستشار الرئيس الأوكراني أو التمسك بالدفاع عنها مع ما قد ينجر من وراء ذلك من خسائر قرار التمسك ببخموت قرار استراتيجي وليس سياسيا يتخذه العسكريون الذين لا توجههم الدوافع السياسية التفوق العسكري الروسي يرافقه تحذير الكريملر من إرسال شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا والتي لن تؤدي حسبه إلا إلى إطالة أمد النزاع وطوريط حلف الناتو فيه بشكل مباشر نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا إمدادات الصلاح ستطيل أمد هذا النزاع وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني بعد دبابات ليوبارت التي وصلت إلى أوكرانيا حذرت روسيا الغرب من توريد الطائرات المقاتلة لكييف مؤكدة أن من يقدم على الخطوة سيعتبر هدفا عسكريا لروسيا كل من يقرر تسليم أو إصلاح مثل هذه المعدات أو وسائل الدمار يجب اعتباره هدفا عسكريا مشروعا ذلك قد يكون الأمر الوحيد الذي يمنع أصحاب تصرفات الطفولية في الغرب من توريد طائرات وأسلحة بعيدة المدى لمدمني المخدرات في كييف تحذيرات الكريملين تأتي استباقية لإعلان واشنطن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار مع توجيه إنذان للصين بشأن تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو حسب الخبراء ما قد يغير قواعد اللعبة في صراع دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مونينج الجمعة إن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيس للتهديد النووي في العالم ولفتت الدبلوماسية الصينية خلال إحاطة إعلامية تعليقا على تصريحات مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي إليزابات شيرود رندال إلى أن الولايات المتحدة تستخدم من جديد نظرية التهديد النووي الصيني بحثا عما أسمته ذريعة لتوسيع ترسالتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية وحتت مونينج واشنطن على النظر بعناية في سياستها النووية والتقليص دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية الوطنية واتخاذ إجراءات عملية للحد من المخاطر النووية والحفاظ على السلام والأمن العالميين والإقليميين الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للتهديد النووي في العالم يتعين علينا أن نفكر بشكل كامل في سياستها النووية وأن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها الخاصة والأساسية في نزع السلاح النووي وأن تقلص دور الأسلحة النووية في سياستها الأمن القومي وتتخذ إجراءات هادفة وعملية للحد من المخاطر النووية والحفاظ على السلام العالمي والإقليمي واستقرار الأمن الاستراتيجي بطريقة مزئولة وصل المدير والعام للوكالة الدولية للطاقة الدارية رفايل جروسيا اليوم الجمعة إلى طهران لحضور اجتماعات رفعة المستوى بدعوة من الحكومة الإيرانية وجاء الإعلان بعد تقارير أخيرة تفيد بأن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84% الأمر الذي رفضته السلطات الإيرانية وكان في استقبال جروسي بالمطار نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي هذا ومن المنتظر أن يعقد جروسي مؤتمرا صحفيا فور عودته من طهران إلى فيينا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت على ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة